أرحب جدا 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 بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر منورنا ومشرفنا ونقول إيه بقى كل سنة وإحنا كلنا طيبين وإلا إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصط إليهم إن الله يحب المقصطين والصلاة والسلام على من قال عنه وفيه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة عليهم السلام وبعد تبروهم وقصطوا إليه إلي العدل والقص هنا بمعنى العدل والبر والبر شوف كل ما فيه مكارم أخلاق قولية وعملية يتحلى بها الإنسان مع أخيه الإنسان طالما كان مسالما كمسيحي مصر فنحن في مصر الرسول محمد صلى الله عليه وآله خص 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 مسيحي مصر بوصية فقال لأمته ستفتح لكم مصر من بعد فاستوصوا شوف العبارة استوصوا بأهلها وفي رواية بأقباطها خيرا فإن لكم فيهم زمة ورحمة قال الإمام النووي رحمه الله في التعليق على هذا الحديث في كتابه الماتع رياض الصالحين أراد بالرحم والذم هنا مين امرأتان مصريتان عظيمتان هاجر أم إسماعيل عليهم السلام ومارية القبطية أم إبراهيم زوج النبي محمد عليه الصلاة والسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة بلغه أن شابا يهوديا يحتضر في لحظات الموت فذهب إليه يعني الرسول بنفسه ذهب إلى هذا اليهود وبناء عليه حضرتك التكافل الاجتماعي والعادات المجتمعية من التهاني والتعازي هذه من مكارم الأخلاق ومن محامد الصفات والحمد لله شعبنا المصري منذ فجر التاريخ لا يحمل ضغاء ولا أحقاد ضد أحد حتى لو اختلف معه في فكر معين لكن يعني قد يأتي أو أتى على الناس حين من الضهر لما بيتسلل الفكر الشاز الفكر الشاز فكر الخوارج وابتلين به في سبعينيات القرن الماضي لكن نسأل الله تعالى أن يصرف هذا الفكر اللي بيحرم التهاني والتعازي والمناسبات الاجتماعية بين المسلمين وأخوتهم أهل الكتاب الموادعين ده يحتاج مننا وقت ومجهود يا مولانا يعني ما زرع في بعض أو كثير من العقول وفي الأزهان وأصبح يشكل جزء من الوجدان على مدار خمسين سنة هيحتاج مننا وقت ومجهود قد إيه أنا هقول لجنبك حاجة أولا لابد أن تضع الأصبع على الجرحة حتى تعالج علاجا سليما ما الذي جعل هذا الفكر الوافد من شرق البحر الأحمر في سبعينيات القرن الماضي مدعوما بأموال النفط أو البترول هو ده نتاق قوة مخابرتية عالمية تريد إشعال حرب طائفية في مصر على وجه الخصوص طبعا لما حصل استهانة بهذا الفكر وانشأت له مؤسسات واوى إلى آخره وما لا يحسن ذكره على الهواء مباشرة بطبيعة الحال اتخذوا شعارات التجنيد والتجيش اللي هو سنة وسلف صالح والكلام ده والفرقة الناجية والمنصورة كلها شعارات زال إخوان ما خدوا تطبيق الجريعة وفلسطين وزي الدواعش ما بيقوله إقامة خلافة إسلامية أسهل شيء شعار ديني والمغرر بك القطيع لأن بيعملوا وصايا على العقول بيلغوا العقل بيلغوا التفكير فيجي النهاردة أقول له إيه؟ مع أن العلاقات الاجتماعية في الأصل عادات وليست عقائد ولا عبادات يعني الرسول على السلام والحديث في البخاري لما دخل على السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاها ووجد عندها جاريتين تغنيان بغناء بعاسي يعني غناء وطني فاتقع وحول وجهه لأن مقام يجل عن ذلك فدخل أبوها سيدنا أبكر عليه رضوان الله فقال لها منتهرا وموبخا أم ازمارة الشيطان عند رسول الله عليه وسلم فقال له النبي على السلام يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيد لكل قوم عيد كل هنا للعموم يعني المسلمون لهم الأعياد والمسيحين لهم الأعياد واليهود لهم الأعياد وكذا فحضرتك هنا لكل قوم عيد العرف الإنساني الذي يعتبر زي الفطرة منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة أن أنت بتتعامل مع أخيك الإنسان بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية والجنسية واللغة واللون لأن الأساس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وحية وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقب هو بقى فيه سؤال على أنه عارف الوقت هيدهمنا يعني حبيبي الجماعة اللي بيبنعوا المبرة والمودة والمحبة ونشر السلام هي تعالى اللي يقول لك أصل الرسول لم يهنئ أو الصحابة لم يهنئون أولا من قال لك أن الرسول على السلام نهى وهو الأول عشان لما تيجي تقول لي في الفخ الإسلامي لا تفعل يبقى لازم صغة نهج بس كده أنا تعلمت من مولانا إيه بقى لا ده الرسول عمل ما هو أكبر أيها معروف وأقوى وأجل من التهنئ ده قال المساحيين صلوا هنا في الجامعة في المسجد أيها أنا صارى نجران طب ده أكبر بكتير من مجرد التهنئة طيب هنا بقى نقول لي بس أنا عايز على إنه هما مليون السوشيال ميديا وأنا يعني معلش عتاب محبين من أمن العقاب أساء الأدم أنا أقولها لك من مانع تهاني المسحين بالعيد مفروض يحاكم بتهمة الزراء المسيحية بأمانة من الآخر ليه يخضع للمحاكمة أيه للمحاكمة ليه بقى هقول لك ليه هو بيستدل بقاعدة الترك عندنا في الفقه الإسلامي بقى الترك لا يدل على المنح يعني الرسول على السلام صلى الترويح ليلتين والتالت مرضيش يخرج وباقي عمره لم يصلي الترويح لا إماما ولا جماعة وهكذا في عادي سيدنا أبكر الصديق وصدرا من خلاف سيدنا عمر بن الخطاب هل هذا الترك دليل على أننا لا نصلي صلاة الترويح لا بإمام ولا بجماعة لا أراد أن يصليها فليصلي لا سيدنا عمر بقى جمع الناس على أبي بن كعب فأحنا هنا بنقولي أنهي الترك بقولها للمغرر بي الترك وحده لا يدل على المنع وإلا لو خدنا قعدة الترك طيب ما هو المسجد النبو ما كانش فيه مآس المسجد الحرم ما كانش فيه مآس أقولك اللي هو أكبر المصحف اللي في يدك ده أنا وكلش عن القرآن المصحف المكتوب وبالنقط وبالشك وبالقراءات وبالتجويد ما كانش في إيد الرسول ولا إيد الصحاب ولغاية العصر الأموي لم يكن موجودا في أياد الناس قد تبالك يعني سيدنا أبكر هو اللي أمر أول من أمر بكتابة المصحف سيدنا أبكر الصديق مع سيدنا عمر مع سيدنا زين بن سابق من أمر أنه يكتب إذا وجدت كلمة هيختلف فيها الناس زي فتبينه أو فتسبته يبقى سيدنا عثمان بن عثم رضي الله عنه أرضاه مش كده هل الترك فيما سبق يدل على المنع أو يدل على البيت علاء فلابد أن نقول للمغرر بهم ومشين كده قطيع وراء أي إنسان كاره للوطن كاره للإنسانية يريد أن ينشر ثقافة القر والإحتقار ويشع النيران نقول لهم يا بني إجلس إلى العلماء الحقيقيين وتعلموا الأول أصول الفقه وتعلموا أصول التشريع الإسلامي هذه عادات أعراف عادات مجتمعية يتعارف عليها العالم من قديم الزمان لا يأتي بقى متنطع محمل بفكر أو بتعليمات أو إملاءات من الآخر مش هقول أنصف حلول قوة مخابرتية عالمية تريد إشعال مصر والمنطقة على صراع طائفة فمولانا يرى أنه من يعلن نهياً عن معايدة ومبرت أي حد فليخضع فوراً للمحاكمة بتهمة الزراء وإشعال فتنة طائفية مولانا بالرغم أن الوقت قصير بالرغم أن الكلام اللي فيه كان كبير جداً مهم جداً 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 ويعني يصيبوا السوادى زي ما يقولوا كده أنا بشكرك جداً على هذا التركيز بصراحة وعلى هذا الطرح هو الطرح الشديد الأهمية أشوف التهاني والأماني العاطرة لإخوتنا أهل الكتاب بميلاد سيد المسيح عليه السلام وعلى أمه السيدة الطاهرة البتول مريم عليه السلام وعلى سيدنا يوسف النجار عليه السلام وعلى الحوارين عليهم السلام وأقول للرتب الكنسية لا تنسوا أن الله تعالى أثنى عليكم قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون الله الله الله